أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي سعي الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر برنامج طموح يستهدف للبرنامج قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة وأشار خلال مشاركة عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالقهرة أشار إلى أن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بهدف القضاء على الفقر وتوفير الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار